في ظل المتغيرات الدولية تعمل تركيا على إعادة تفعيل إدخال المساعدات إلى الشمال السوري مساعدات تحولت في كثير من جوانبها إلى صراع سياسي بين أقطاب مجلس الأمن لتفشل الدول العظمى بتبني قرار واضح وطويل الأمد يسمح بمساعدة ما يقارب أربعة ملايين نسمة تسكن شمال غربي سوريا وكالة رويترز قالت إنه مع اقتراب نهاية فترة السماح المتفق عليها بين الأمم المتحدة وسلطة الأسد تضغط أنقرة باتجاه استخدام المعابر الحدودية معها لإدخال قوافل المساعدات لأطول فترة ممكنة خاصة مع برباب الهوى الوكالة نقلت عن مصدر تركي قوله إن تحديد مدة انتهاء المساعدات تسبب بضغط كبير على العاملين فيها هذا المجال مما يحد من قدراتهم على تنفيذ المشاريع الإنسانية والتنموية طويلة المدى وعدم القدرة على التنبؤ بمستقبل هذه المنطقة من جانب آخر نقلت رويترز عن مصدر تركي آخر أن بلاده تتابع عن كثب مفاوضات الأمم المتحدة مع سلطة الأسد حول تمديد آلية إدخال المساعدات للشمال السوري وتوقع المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته وفق الوكالة أن يتبنى مجلس الأمن قرارا ملزما بشأن إدخال المساعدات إلى المحتاجين في الشمال حال عدم التواصل لاتفاق مباشر بين المنظمة الدولية وسلطة الأسد ما يتيح للمنظمات والهيئات والدول المانحة إدخال قوافل المساعدات بشكل مباشر من المعابر مع تركيا وتنتهي فترة السماح بإدخال المساعدات السبت الثالث عشر من كانون الثاني الجاري ومع تحول الاهتمام الدولي نحو بؤري صراعات أخرى في المنطقة أصبح من الصعب على مجلس الأمن التوافق على طريقة تزود الشمال السوري بالمساعدات ليحرم منها ملايين النازحين اشتركوا في القناة